لذلك يقولوني أنت المشاكس دائماً يمكن أول واحد يطالبون رفع الحصانة عني لا يمكن قبول أي رسالة موقعة من مجموعة أشخاص اللي عايز يرفع قضية على النائب بشخصه من قاله أبوك؟ قال له هذي لو أنا كنت طيار سم اليوم حياتي شوف تكون يقولوني يقولوني أن تقدم قضية ويمكن تنجح يروح يرفع قضية على الهيئة بعدين الهيئة ما يرسلون المحامي جلستين ثلاث جلسات يكسب القضية المحامي هو المحل الأم نسمي فكانوا المعظم تجار يجون من السوق الفترة هذي من الصدق إليه مشوا ويجرون الانتخابات طبعاً الطفولة كانت في مدينة الحد هي مسقط الرأس من مواليد طبعاً 1953 ديسمبر بس يعني وقتها إحنا عصرنا جيل الحقيقة إحنا في مواليد الخمسينات غير الستينات والسبعينات اللي ما وصلوا أو ما عاشوا في فترة الجيل ما قبل الاستقلال والحياة كانت بسيطة وعادية وما كانت المدنية والتطور موجود وقتها طبعاً نشأت وترعرات في مدينة الحد وكانت دراستي الابتدائية في الحد وبعدين الاعدادية نظراً لعدم وجود مدرسة اعدادية وذنوية انتقلنا إلى المحرق طبعاً الوالد الله يرحمه طبعاً هو كان يعمل في السعودية وقتها حال حال مجموعة كبيرة من البحرينيين اللي كانوا يعملون في السعودية في تلك الفترة نظراً لعدم وجود يعني تخصصات في السعودية تحديداً بالنسبة للتخصصات التقنية الصناعية فشركة أرامكو وأيضاً الشركات الأخرى في القطاع الخاص كانت تستقطب وتستقدم البحرينيين لخبرتهم خصصاً في مجال اللحام والسباكة والنجارة وكذا فبالتالي كانوا مجموعة كبيرة من البحرينيين وكان الوالد من ضمن المجموعة اللي كانوا يروح قبل أن ينهار في التجارة فبعد ما رجع البحرين وتزوج ارتقى أنه يستقر خلاص يعني يترك الغربة فبدأ في مجال عمله اللي هو شريك مع ابن عمه في محل لا زال موجود في شارع باب البحرين هو المحل الأم نسميه في يتعامل في نشاط الملابس الجاهزة فهذه طبعاً اقتصر عن سيرة الوالد في تلك الفترة إلى الزواج طبعاً بعدين ظلنا نحن في مدينة الحد العمر يعني ما شاء الله كل الفترة مدينة الحد كانت مدينة بسيطة وقتها والمجموعة والجيل اللي كانوا معاي الآن طبعاً ما شاء الله بعضهم وصلوا وتبوأوا إلى مراكز ومناصب حكومية وبعضهم في القطاع الخاص وبعضهم انتقل إلى دول خليجية واخرى ولكن يبقى في النهاية الانتماء للمنطقة فموجود والتواصل مع الأهل والأقارب اللي بعضهم كانوا موجودين لكن بعد ما تكبر العائلة فيصير البيت صغير فتلقى معظم الإخوان والجماعة ينتقلون من البيت الكبير اللي مثل ما يقولون إلى على أساس يستقرون وشكلون أيضاً عائلتهم فيه تخرج طبعاً أنا من المرحلة الابتدائية في 1966 مثل ما تفضلت صحيح أن المدرسة صايرة هي حج ولذلك يتحوطها البحر من كل الجوانب وتذكر أحنا بيتنا كان على البحر مباشرة يعني تفتح الباب الخلفي تدخل البحر على طوله وكنا في طفولتنا بين يعني على طول يومياً نحن في البحر ونستغل فترة الجزر البحر ونلعب في الكرة في المنطقة اليابس من بعد الجزر هاي في البحر ولما يصير المد ندخل البحر يصير السمك وأيضاً السباحة وما شابه في بداية الشهر الهجري دائماً يصير المد أكثر حوالثاً وفي نصف الشهر فتلقى نظراً لانخفاض مستوى الأرض عن سطح البحر فتلقى أو في نفس المستوى تلقى الماء يتدخل علينا في البيوت داخل واللي أتذكر أن حتى في المدرسة الشمالية اللي ما احنا كنا فيها ففي المدرسة الشمالية الماء يدخل علينا في الساحة كاملة وإذا كان بعد في موسم جتها أمطار وما شابه فيجيك المطر من جهة وأيضاً فيضان الماء بعد أيضاً من جهة ثانية فهذه كانت بالنسبة لنا متعة لأننا نحن نتطلع حق الإجازات أكثر شيء والهروب من المدرسة أساس أننا نلعب في الفريج يعني نعم في عندنا مدرسين يعني إن شاء الله بعضهم كبار في السن ولازالهم موجودين مثل الأستاذ أحمد البديد المناعي الحقيقة كان مدرس لغة عربية ودين وأيضاً كان عندنا بعض المدرسين اللي هم مثل الأستاذ محمد جعفر والأستاذ يوسف محمود وبعدين في عندنا الأستاذ جاسم المناعي والأستاذ محمد حسن هذول يعني كانوا أشخاص من منطقة الحد نفس وكنا يعني كانت لهم هيبة وكانت لهم ضغط لذلك المدرسين في تلك الفترة يعني وكانوا شديدين مع الطلبة فلذلك احنا كنا نهاب منهم الصراحة بعكس الوضع الأيام هذه يعني بين المدرس والطالب طبعاً المواقف اللي شوفها هي مواقف كثيرة أتذكر كان عندنا الأستاذ أحمد البديد كان له موقف معاه يعني هو في مادة الدين كان عندنا تسميع يسمع لنا الأحاديث وكان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن أربع من كان منهم منافقاً إذا حدث كذب وإذا أتوا من أخان وإذا ذي فطلب مني أن أسمع الحديث فلما قمت أنا وقلتها على طول من غير ما أجيب المقدمة فوقي ابني قال لي تعالى من قال أبوك قال له هذه يعني معنات أنه لازم تثلي يعني عن الترمذي وعن كذا غالة غالة صوتا كم فأنا بديت من البداية فكان يعني أحياناً ساعات تشوف تشوف بعض الأشياء يعني العفوية البسيطة يعني تصير لك أنت ما تدركها بس هي جزء كبير فيها تفضل في الذاكرة نعم وكانت المدارس تعمل رحلات طبعاً إلى مناطق مختلفة اللي هي في جو وفي عسكر وفي ساحل البديع ساحل اليابور بنطلع الصبح وناخذ معان الأكل في تعملون لنا في صفرطاس ونروح كان أتذكر عندنا رحلة إلى الزلاق ودون الزلاق فبعد ما رحل نزل الأكل ذاك الوقت ما كانت في مباني كثيرة فمن الزلاق تشوف المساحة قدامك فكنا نشوف جبل الدخان اللي هو في الصخير منطقة الصخير وكان معاي زميل في الدراسة اسمه فيصل الكعبي وعيسى إبراهيم اثنين فأحنا وصلنا على طول أول ما وصلنا الزلاق حطينا أغراضنا وكننا نشوف جبل الدخان فأشار لي علي الأخ فيصل قال لي ليش ما نروح هنا جبل الدخان نصعد الجبل ونرجع قلنا له والله فكرة خلو نروح يعني هي مسافة بس احنا في ذاك الوقت ما كنا ندرك بيروح ألن الوقت كله فطلعنا من الزلاق نمشي لي ما وصلنا جبل الدخان طلعنا فوق ولي ما نزلنا والجماعة هناك يدورون علينا يقولوا وين راحوا دلين عبالهم ضعنا بس تصور احنا مشايدنا من أول ما وصلنا وكننا راجعين واحنا نشوف الباصات جاية علشان تأخذنا ونرجع البيت يعني راح علينا البيت كامل بس هذي يعني من من تصرفات الطفول يعني الأشياء اللي واحد يسويها من غير ما يدرك إنه عامل الوقت طبعا تخرجنا من من الثنوية العامة في سبعين وبعدين وقتها صار في المخ متشتت يعني هل أواصل الدراسة في البحرين أو أني أطلع خارج البحرين فقدمت إلى جامعة الكويت وحصلت قبول في جامعة الكويت ولكن نظرا لكون يعني الوالد الضير حما يعني هو عند مجال العمل التجاري فكان دائما يقول لي أن يعني أنت سواء رحت ولا درست ولو نازل في النهاية إذا أنت تبغي تختار مجال التجارة وتستمر فيها ففي النهاية لازم ترجع حق المكانك ويا أنك أنت تدرس في تنفس التخصص ولا إذا كانت لك رغبة ثانية طبعا أنا مضطر أن أجيب واحد ثاني يكون أيضا يساعدني لكن الأمر متروك لك أنا ما أضغط عليك في شيء أنا كانت لي ميول أنه أتعلم الطيران فعساس صير قبطان طائرة يعني وأتذكر وقتها كان طيران الخليج هي شركة مملوكة حق مجموعة دول الخليج كانت عمان وقطر والإمارات والبحرين أربع دول فطلبوا أن يعملوا امتحانات لمجموعة من الطلبة فأنا قدمت معاهم وعملنا امتحان في فندق الخليج عملوهم امتحان وكانوا في عندنا مجموعة من طلبة من عمان وفيه من قطر وفيه من الوحرين طبعا أخذوا اثنين من عمان واثنين من البحرين واثنين من قطر بس اللي كانوا من البحرين كان بيني وبين شخص الله يرحمه توفى من قبل فترة بسيطة اسم جهاد الزين فهو تم وقع عليه الاختيار فما حصلت فرصتي التحقت بكلية الخليج الصناعية ودرست إدارة أعمال عالت على أساس خلاص مدام الله ما وفقنا فيها بس بواسك التجارة وفي نفس الوقت بلتحق بكلية الخليج ومواصل وفي نفس الوقت باستمر مع الوالد في مجال عمله على أساس اكتسب الخبرة العملية وانطبقها بعد نظريا وقت الدراسة الأكاديمية نأخذها فيها ف عقوبها بشهرين علمت أن جهاد الزين أيضا هو تراجع عن برار أنه التحق بالطيران فأيضا أنه التحق بالتجارة مع والدي فخلاص قلت يعني هذه الشيء صار من البداية ما حصل وان الآن استمريت والتزمت من الجماعة خلاص مرتوياهم بس يعني أحيانا تجيك الأشياء التي تنتقل فيها بس ما ما الله يسرها لك طبعا في كلية الخليج وقتها كانت التخصصات قليلة يعني اللي هي الحانة أصبحت كلية من كليات جامعة البحرين كانوا فيها القسم الهندسي والقسم الصناعي والقسم التجاري وفي قسم سكرتارية وأكثرها نساء يعني أو بنات يدرسون فيها والامتحانات كلها خارجية تجينا من بريطانيا والدراسة كلها بالانجليزي كانت كانت دراسة قوية فيها بس الخريجين يعني كفاءت ويطلعون ولذلك تلقى معظم الشركات العامة الصناعية مثل ألبا وبابكو وبتلكو وما شابه يعني هم يتحينون الفرص أن يحصلوا خريجين من الكلية على أساس يوظفونهم فيها فكانت الدراسة قوية فيها والخريجين يعني متميزين فيها طبعا قبل العمل السياسي كنت في العمل الرياضي في 1978 دخلت في مجلس إدارة نادي البحرين كإداري وظليت فيها في العمل التجاري الرياضي كإداري وليس كلاعب يعني وكن في نادي البحرين في ذلك الفترة لأن معظم أصدقائي كانوا ضمن الجيل اللي معاي من لاعبين وبعض الإداريين كانوا معاي في مرحل الدراسية هذه في منرسة الهداية فكنا قريبين من النادي فأتردد عليهم رغم أن حتى يقولون أنت من منطقة الحد فش اللي جابك في نادي البحرين في نادي المحر قلت في أحيانا ساعات بعد هذه الانتماءات تبقى الحد هي يعني منطقتي وديرتي وإخواني كلهم لكن هذا لا يمنع أن نتكلم عن المجموعة الزمال اللي هو إياك وأنت أنت ترغب فظليت في العمل الإداري إلى أن وصلت إلى رئيس النادي في 1994 فظليت سنتين كرئيس نادي طبعا وقتها طبعا الشيخ عيسى بن راشد الخليفة الله يرحمه هو الرئيس الفخري كان للنادي وكانت علاقتي وياه جدا يعني قريبة وكنت أسافر وياه كثير وليه مواقف كثيرة الحقيقة معه وكانت لنا دورات ومشاركات صيفية نشارك فيها في النادي نفسه بعدين طلعت من النادي 1996 وعينت كنائب رئيس اتحاد كرة القدم في 1996 إلى 1998 سنتين كنت نائب رئيس اتحاد كرة القدم كان وقتها رئيس الاتحاد الشيخ محمد بن سلمان الخليفة الله يرحمه وتوفى وكان النابي الأول هو رئيس هيئة الأركان الشيخ دعي بن سلمان وأنا كنت النابي الثاني فضل لـ 1998 وقتها 1998 الفترة انتهت ولم أجدد ترشحي لرئاسة الاتحاد وجه بعدين الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الحالياً هو الاتحاد الاسيوي فهو استلم رأسة الاتحاد والله أثناء العمل الرياضي يعني سواء كان في النادي ولا في الاتحاد يعني المواقف كثيرة للحقيقة بس في الموقف اللي دائماً معه الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه ومعروف الشيخ عيسى بغاطر فإحنا عندنا عضو في النادي الشيخ يسداماً تشائم من وجوده في المباريات فيقول إذا هذا موجود في المباراة فأكيد بننغلب يعني فدائماً لا تخلونا يحضر المباراة فأتذكر كلمني الغضو قال لي اليوم عندنا المباراة قلت له والله اليوم في المباراة قال لي الساعة كام قلت له الساعة ست قال لي طيب المهم هي المباراة الساعة أربع فقال لي الشيخ إذا قال لي كيف إن شاء الله بسميني قلت له لاش يا خباشرك وسألني قلت له الساعة ست قال لي زي سويت لأن الساعة ست المباراة بتخلص وفعلاً جاء صارت المباراة وغلبنا وبعدين يوم استخبر أن المباراة انتهت قام يكلمني يقول لي شون تخبرني تقول أنت الساعة ست قلت له والله أنا صراحة أنا تعمت أقول لك الساعة ست المباراة ساعة أربعة بس ما نبغي كتيا عشان ما ننغلل فقال يضحك الشيخ قالوا والله هاي فكرة هاي شلو فهمت والله هي آت في وقتها يعني قلت أنا أخاف دي وبعدت تشائم فخلي الوضوع انتخابات الغرفة يعني كانت طبعا هي هي عرص مثل ما تقول مثل جهزنا من فترة وكان دائما رئيس الوزراء يعني أيضا الشيخ خليف يحضر يوم الانتخاب عادي يعني يحضر يشوف الجماعة ويشوف الناس ويشوف كيف الانتخابات تسير مسارها يعني وأحنا بالنسبة لأن نفرح هو بعض أيضا يعني يفرح فبالتالي تشوف أن معظم اللي يجون حق الانتخابات لأن كانت تصير في غرفة التجارة القديمة الموجودة في السوق فكانوا المعظم التجار يجون من السوق الفترة هذه من الصبح إلى ماشي ويعبلوا ويجرون الانتخابات وكانت بالطريقة من خلال الصندوق في الغاعة الكبيرة ومن ذاك الوقت لليل يوم ماشي بنفس الآله ونفس الطريقة مو بالنظام الإلكتروني يعني الغرفة أنا أعتبرها كانت بمثابة برلمان مصغر لأن كل المواضيع اللي تحال من الحكومة لها علاقة بالشأن الاقتصادي والتجاري كانت الحكومة ترسلها للغرفة للاستئناس بالرأي وبالتالي يعني لأخذ رأيها وأيضا بحيث أنه لما تصل القرار الحكومة يكون قرار مدروس وفي نفس الوقت ما يكون في أي تعارض مع مصالح التجار فيها وهذه كانت جدا يعني وظلوا ماشيون عليها لفترة طويلة يعني يمكن ذاك الوقت كانت نظرتنا حق العمل في الطيران اليوم والسن غير الحين الواحد يعني حتى أحيانا بيني وبين نفسي كنت أفكر أقول يعني لو أنا فعلا لو أنا كنت طيار شوما اليوم حياتي شلور بتكون يعني يعني مسار الحياة بيختلف اختلاف جذري يعني علاقاتك أشخاص دخولك في الجمعيات والغرفة وفي مجال العمل السياسي وهذه خلاص تفكر أنت في مجال في مجال في مجال عملك يمكن أكثر والله هم فعلا في العمل الذي يسموني المشاكس يعني أنا لو تلاحظ حتى المواضيع الصحفية أنا في 2006 دخلت في مشادة وفي شكالات مع في موضوع صندوق التقاعد يمكن هذه خلفية أثناء العمل البرلماني صارت في 2006 أنا كان ملف التقاعد ملف شائك وفي أمور كثيرة من التجاوزات سواء كانت في حقوق بالنسبة للاستثمارات هيئة التأمين الاجتماعي وقتها كان صندوق التقاعد اسمه أو لا زال بس وقتها يعني أنا عندي ملفات استثمارات هيئة اليوم أن تشوف البنوك رأس مالها مقارنة برأس مال الهيئة التأمين الاجتماعي لا تذكر يمكن ما تسوى يمكن واحد في المائة ونصف المائة من المليارات اللي موجودة في حقوق المساهمين في التأمينات ولكن شوف العائد عائد البنوك أعلى بكثير من عائل ليش لأن استثمار ما عندك استثمار صحيح استثمار مجرد يعني حتى لو طفل بيستثمرها أنا أقول لهم إذا أنت بتخلي المبلغ اللي عندك الملايين في ودائع وعساس تحصل عليها واحد في المائة واثنين في المائة سرعويا هذه ما يسمون استثمار استثمار أن أن تتحرك المبالغ هذه في تحطها في استثمارات آمنة ومتحفظة على أساس أن فيها مردود شوية عالي لكن أنت بتخليها فكان اكتشفت بعدين أن هم يخلونها في هذه البنوك على أساس يدعمون البنوك هذه لأن هم أعضاء مجالس إداراتي يمثلون الهيئة في هذه البنوك وبالتالي في نهاية السنة يحصلوا المكافآت فتلقاهم يحطون المبالغ هذه من غير ما يفكرون في المسائمين بعدين في محافظ يشتركون في محافظ خارج المحافظ تخسر وخلاص الفلوس راحت وتشطب في الميزانيات لأنه مش من جيبة فبالتالي يعني هذه أشياء بعدين في قسم المعاشات في تقاعص في أحيانا مثلا الأرملة تستحق راتب تقاعدي معاش من زوجها المتوفي ما في متابعة بعدين تتزوج مجرد ما تتزوج المفروض يوقف المعاش عنها شقال المعاش أحيانا يقضون النظر عنهم أحيانا تصير في قضايا ترفع من المؤمن عليه صاحب يقولون يقولون أن تقدم قضية ويمكن تنجح يروح يرفع قضية على الهيئة بعدين الهيئة ما يرسلون المحامي جلستين ثلاث جلسات يكسب القضية المؤمن عليه رفعوا قضية للناب العام يرفعوا الحصانة أتذكر 2006 موظفين رفعوا خطاب هذه يمكن جيد أن تذكر يعني رفعوا خطاب إلى النائب العام يطلبون فيها رفع أن أنا تعرضت لموظفين وموظفات الهيئة وطعنت فيهم وطعنت في شسمه لذلك هم رفعوا الخطاب إلى النائب العام ورفعوا خطاب إلى رئيس مجلس النواب خليف الظهراني يرفعوا الحصانة فأتذكر وقته المستشار كان عمر بركات فكلمني عمر بركات قال لي ترى عندك فكرة ساعة النائب أنه رفعين خطاب عايزين يرفعوا الحصانة قلت والله حياهم والله خلي يرفعون الحصانة قال لي هم خطبوننا بس ما يجوز أصلا النياب العامة قالوا لهم لا يمكن قبول أي رسالة موقعة من مجموعة أشخاص اللي عايز يرفع قضية على النائب بشخصه فيهم قالوا لهم بشخصه ولا واحد منهم تقدم بعدين راح لهم رد من المجلس النواب إلى النائب العام قال هو يتمتع بالحصانة ومن حقه كنائب أن يرفع قضايا متعلقة بالشان العام زي واللي رفعها ما فيه اتهام لاي أو ما يسيء لأي موظف أو موظفة فتم حفظ الملف وقتها لذلك يقولون أنت المشاكس دائما يمكن أول واحد يتغلبون برفع رفع الحصانة عني في وقتها فهذه بعض الأمور والمواقف في وقتها من المشاكس من المشاكس من المشاكس